السؤال النهاردة من الأستاذة أمال من الأستاذة أمل أستاذة أمل السلام عليكم وعليكم السلام ورح أطلوه بركاته زي حضرتك يا دكتور عمر كل سنة وحضرتك طيب يا فند فضل ونعمة زي حضرتك وحضرتك طيبة يا فند الحمد لله ربنا يديد حضرتك من الخير دايما يا رب يا رب ان شاء الله بعد إذن حضرتك يا دكتور أنا عارفة أن اللي بيروح الحج دايما بيبقى لازم عايز يصالح الناس وياخد يعني يعني يسمحهم يعني أوي كده حتى لو ما فيش بينهم حاجة طب لكن لو الأولاد هم اللي عاملين المشكلة هل هم بقى اللي المفروض يعملوا القطوة دي ولا مين أصلا يعني الأولاد هم اللي عاملين مشكلة مع باباهم وممتهم والمفروض أن هم يعني هم باباهم وممتهم وهم اللي مخصمينهم عشان هم اللي عاملين مشكلة صح كده باباهم وممتهم يصلحوه أيوة مين بقى اللي المفروض يعمل القطوة دي الأولاد 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 أولاد الأولاد 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 الأ سمع أنه لا أخير اسمه فخيرهما الذي يبدأ بالسلام فبدأ هو حتى لو كان كبير بتبقى كبير قوي دي وبنعلم الأولاد ممكن نعلم الأولاد وهما كبار نعلمهم إزاي الأخلاق مكرم الأخلاق ممكن فإذا كان بتسأليه مين الأولاد طبعا الأولاد هما اللي صالحوا الكبار بس في نفس الوقت الكبار كمان لو هو عملوا كده علموا الأولاد درس مهم جدا جدا في حياته نعم